السلام عليكم قبل لا أبدأ في القصة الرئيسية اليوم في قصة قصيرة شوي طريفة نوعا ما وفيها ايضا عبرة فيه رعيان اثنين صارحين بغنم في البادية السورية وهالرعيان هذول واحد اسمه محمد وواحد اسمه خالد قاعدين كل واحد من عنده حلال سارح بحلاله وبهالليل يخلطون الحلال على بعضه وينامون سوا وياكلون سوا واصدقاء وخويان يعني مثل ما تقولون من الروح للروح وهم قاعدين بأحد الليالي والدنيا شتوية وكابس الشتاء ومشغلين هالنار يعني النار ساعة تطفيه ساعة تشتغل وقاعدين يتحدثون ويتبادلون أطراف الحديث بهالليل المهم قام واحد هذا محمد يقول الخالد قال له والله طيب يا خالد إذا ذبحتك بهالليل ولا حوالنا ولا حوالينا وماحد شايفني غير الله سبحانه وتعالى منه يدعي بك أو يعرف أنه أنا قتلتك قامش قال له خالد قال له تكشفني برابيق المي شفته ودني لما تشتي على الأرض تساوي مثل الفقاعات هذه اللي تطلع على وجه المي قام هذا محمد صار يضحك قال له مهبول انت قال له والله يا سيدي تكشفنا هذه هي اللي تكشفك بالأيام هذا محمد قال لك يعني هذا مجنون حط السالفة هاي بباله شنون بتكشفه يعني هذه برابيق المي بين يضحك بين مزح بين جد وكان يقوم يذبح خويه خالد يخرب بيضك يا محمد والسالفة ترى يقولون في نسبة عالية انها حقيقية ترى ما تفكرونه خرافة يعني المهم قام هذا الرجال ذبح خويه خالد وحفر له قبر ودهنه ولا من شاف ولا من دري ما في غير الله سبحانه وتعالى شايف محمد هو اللي ذبح خالد وتروح الأيام طبعا العرب اسأله ومحمد وين راح خالد وين اختفى وين كذا قال والله يا جماعة طلع من عندي بهالليل وعلى اساس رايح عليكم على العرب ما وصلكم قالوا لا ولا ما وصل على وصل ما وصل الرجال راح اختفى الناس يعني ساكن بهالبادي وقالوا لك يجوز شلاه ضبع شلاه وحش وخلص راح الله يرحمه وكان هذاك خالد أعزب ومحمد كذلك أعزب تروح الأيام وتمره لشهور وتمره لسنين بعد فترة من الزمن يقوم محمد يتزوج تزوج وصار رجال مثل ما يقول أبو عيلة وبيت والله أرزقه أبناء وأحفاد تقريبا يعني ها راح يجوز أبناءه وبناته وتروح الأيام والسنين حوالي عشرين سنة بعد حادثة ذبح خويه خالد وهو قاعد بهالليل بيوم من الأيام هو وزوجته وقاعدين ما عندهم رشيطان قطعة قامت الدنيا صارت تشتي بهالليل وقام شغل اللوكس أو الضو هذا اللي يستخدمونه في الإنارة يقولوله لوكس يحطون فيه زيت كاز وكذا عشان الإنارة وبدأ الشتاء بقوة وبدأ تتسيل المي حوالي هالخيمة اللي ساكنها وقام شاف بربيق المي هذي قدامه قام صار يضحك وتقوم المرأة هذي برته تقوله ليش تضحك يا ابو يا ابو فلان قالها والله هيت جدت على بالي سالفة وجعد أضحك عليها لا والله أنت جوز تضحك علي ما تضحك علي يا رجال شنو صار عليك بهالليل تضحك لحالك ما يصير قال لي تعلمني والحرمة ما عد تترك وقال لي يعلمها شنو ليش يضحك بهالليل المهم قام قرر يا مرأة والله يا ابنت العلال سالفة راحة صارها سنين تعلمني إذا ما علمتني ترى والله ما أضللك بهالبيت المهم قام قرر لها يا عمي القصة بيوم الأيام جاعداني وخوي خالد وهي أصلا ما تعرف خالد بس تسمع أنه خالد منها العرب من عربهم وأنه اختفى بس ما حد يعرفه وين راح قالها قاعدين أنا وخالد وبهالليل وينقول لي تذبحني ما تذبحني وبربيق الماء تكشفك وشفت بربيق الماء الآن وقمت أضحك قلت معقولة يعني منه أدي يكتشفني يعني منه أدي يشوفني ما شافني غير الله سبحانه وتعالى قالها يا السالفة قالت له قالها والله هي السالفة وقالها بس ديري بالت يا حرمة هذه ترى يعني قتل وترى إذا سمع بسالفة ترى والله أهله وعمامه وقرايبه يذبحون يترى ديري بالت يجيبين صير لأي مخلوق يخلق قالت له ما عليك سر كبير تروح اليام تيجي اليام أو شهر زمان يكاون محمد وزوجته وتقعد تصيح بالعرب يا والله إذا هذا ذبح خويه ودفنه بالليل أنا ودي أقدر عليه والله ما أنا قدران عليه تسمع العرب شلون ذبح ما شلون ذبح قالت لهم قال لي اذبحوا وكشفتوا بربيق المين وقاموا هالعرب عاد استجوبوا ومحمد واعتروا فعلا بذبحة خويه وخالد وكشفتوا بربيق المين أما قصتنا لليوم هاي القصة حصلت أحداثها مع نهاية الثمانينيات فيه شاب يمني هذا الشاب من عائلة بسيطة جدا عنده أخوانه ثلاث وأمه وأبوه جماعة بسيطين يعيشون في أطراف العاصمة اليمنية صنعة وهذا الشاب خلينا نسميه مصطفى مصطفى هذا شاب في بداية العشرينيات إنسان بسيط وهو مصطفى عنده شوية حركات شوية كذا يعني ظل هو وإخوانه شوية مشاكل مثل ما تعرفون الإخوان الأكبر والأصغر يظلون ما يتواتون إحنا نقولهم الروسية هذول اللي على روس بعضهم ما يتفقون دائما تعسون في خلافات فتلاقي يعني الصغير والكبير يتفقون إذا يكون في بيناتهم الشخصين هذول واحد تلاقيهم متفقين أما اللي يجون ورا بعض هذول دائما تحس في بيناتهم تظل في خلافات بين كان أخ وأخت أو أو إخوان اثنين أو خوات اثنين المهم هذا مصطفى على خلافات هو وأخو الأكبر منه وهو كان أصغر واحد بهال أربع أخوان الثلاثة أكبر منه هو الصغير يوم من الأيام واحد من أخوانه وهذا أخو الأكبر منه تشاكل هو وياه وصارت مشكلة بسيطة بيناتهم وراح هذا الأخ اشتكى الأبو لما اشتكى الأبو وهول الأمر الوالد وسوى منه مشكلة يعني لما حضر مصطفى ويقوم يمسك أبوه ويطلب من أخوانه أنهم يثبتونه ويضربونه أبوه وإخوانه الثلاث اشتلوه تشتلي كسر واتكسر على أجري على إيدي على بطنه على ظهره لما نخلوه يالله يمشي تشتلي يا لطيف ويقوم هذا يزعل ويفل مصطفى ازعله وقال لك خلص يا عمي هالبيت هذا أنا معد لي رجع عليه ويزعل هذاك اليوم مصطفى زعل شديد لأنه أخوه كان عائل عليه وكان معظم الأمر عند والده يعني ميهي مستاهلة يعني كل هالقد أنك تسبب لي هالمشكلة وتخلي أبوي وإخواني وأنت تساعده يعني وتضربوني هالضرب وهذا ونوى خلص قال لك هالبيت معد أفوته بحياتي وقام طلع برات المنطقة ثاني يوم وهو ماشي يلاقي قافلة أو ناس رايحين على جدة على السعودية ويقوم يركب معهم ويقول يا عمي أنا ودي أروح معاكم على السعودية ودي روح يشتغل في السعودية قالوا له حياك الله أو بالفعل يرافق الجماعة هذول من عندهم من البلد رافقهم ووصل على السعودية وبدأ لم يوصل على السعودية يبحث عن عمل وديه يشتغل وفعلا يلاقي له أحد المحال التجارية ويقعد يشتغل فيه ويظل يشتغل بهذا المحل حوالي شهرين زمان وبهالوقت هذا صار تقريبا وقت الحج واستأذن من صاحب المحل اللي يشتغل عنده قال له والله يا عمي ودي أروح أحج أحج بيت الله قال له توكل الله يا ولدي ما في مشكلة أروح أحج وارجع لي وفعلا يقوم مصطفى يروح إلى مكة ويروح يحج هنا ويمضي أيامها الحج مصطفى لما راه على الحج تعرف على ناس أتراك وكان يعمل خلال فترة الحج هذه كان يشتغل فيه مساعدة الحجاج اللي يجون من الدول الثانية اللي بحاجة أنه يعني إلى حمل إلى الأعمال اللي يحتاجونها الحجاج اللي جايين من بره يحتاجون أي مساعدة وكانوا يعطونه بعض الأجر وكان مبسوط جدا ومن ضمن هالناس اللي كان يعمل معاهم تعرف على ناس أتراك والأتراك هذول يتكلمون العربية واستحبوا المصطفى وتعرفوا عليه وكذا وقالوا له يا مصطفى أنت بما أنك يعني تدور على شغل وامترك أهلك ليش ما تروح تشتغل عنا بتركية قالهم يا عمي أنا بتركية أنا بسعودية يالله مدبر نفسي بسعودية لا أعرف حدا لا لي حدا وين ودي أروح قام قال له واحد منهم من هالأتراك هذول قال له أنا رح أكتب لك عنواني في تركية وإذا نويت تروح على هالبلاد هذا العنوان والإسم معاك تسأل واللي يسأل ما يتيه ولا روحت لهناك أنا أدبر لك شغل ما عليك أنت بس روح ويقوم مصطفى يشيل هالورقة هذه اللي كتب له العنوان فيها والإسم حطها بجيبه ومضوا أيام الحج وكل من راح في حال سبيل والجماعة راحوا على تركية وهذا مصطفى رجع لعند صاحب المحل اللي يشتغل عنده وبعد ما رجع مصطفى على هالمحل عند الرجال هذا اللي يشتغل عنده ولكن فكرة السفر على تركية حطها برأسه وصار يقلبها يمين ويقلبها يسار ومظاله فترة شهر شهرين ثلاث عندها الرجال إلى أن خلاص الفكرة هذه غطت على أفكاره وكلياتها فكرة السفر على تركية وبيوم من اليوم قالوا يا عم أنا والله بدي أسافر على تركية في جماعة تعرفت عليهم بالحد وعدوني بشغل ودي أسافر لعندهم قالوا الله معاك يا ابني أنا ما أقف في طريقك والله يسر لك ويوفقك ويقوم هذا مصطفى كان بجمع لشوية فلوس ويقوم يسافر على تركية لما سافر على تركية وعلى حسب العنوان الجماعة اللي رايها عليهم يعني مثل ما تقولون في أطراف اسطنبول وبالسؤال يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا إلى حد ما وصل إلى العنوان اللي كاتب له الرجال وفعلا استقبله أحسن استقبال وأهلا وسهلا بالسيد مصطفى ويا حي الله وترحيب وغدي وعشي وكانوا مبسوطين جدا بزيارة مصطفى وقالهم خلاص أنا هجرت هالبلاد هذي شو جاي أدور على شغل عندكم قام الرجال هذا اللي جهله عنده قال له فيه طبعا أنا ما عندي شغل أنا نفسي بس فيه رجال عنده مزارع ورد وهذا الأسبوع الجاي راح يجي لعنه على المنطقة هذا كل فترة والثانية يجي على هالبلاد يشتري وهذا الرجال أنا أمون عليه وإن شاء الله إنه شغلك عنده وفعلا بعد يومين ثلاث يجي هذا الرجال اللي يعده فيه وقال له فيه عندنا الشاب اليمني هذا بحاجة إلى شغل إذا أنت بحاجة إلى عمال قال له نعم أنا بحاجة إلى عامل وقال له مصطفى شنو العمل اللي بدي أشتغل أنا عندك قال له العمل متورات مي تدورها وفيه عندي أنا مزارع ورد مزرعة فيها ورد وتسقي هالورد أنت هذا وتدورها المي وبس وتحرس هالمنطقة قال له شغلة بسيطة ويقوم يركب مصطفى مع الرجال في سيارته ويروحون إلى المنطقة ويقولون لها على حسب الراوي سبارتا في أطراف سبارتا ولما وصلوا إلى هذه المزرعة مزرعة الورد للرجال التركي ويقول أن الرجال هذا تركي رجال محترم وكبير بالسن وتحس لطيف ومهذب جدا معاي فعلم مصطفى على العمل وعلمه على متورات المي هذه اللي وديو يشغلها وقال له هذه عندك مزرعة الورد تدور تدور هالمتورات عليها وتسقيها وفيه عمل ثاني بس تتفتح الزهور هذه كمان نقطفها وكل شي بحسابه وفعلا بدأ مصطفى يعمل في هاي المزرعة يدور هالمتورات ويسقي ويتمشى ويتفتل بين هالورود وهالزهور وكان مبسوط جدا ولما جه المحصول بدأوا بقطاف المحصول هذ اللي هو الورد قالوا يا حج انت يعني الورد هذا لوين تودي مين ياخده فقال له الرجال التركي قالوا هذا الورد في قسم ياخذونه جماعة محلات الورد يسوون فيه بوكتات الورد هذي تبعية الهدايا وما هدايا وبعض امور الزينة وفي قسم قالوا يشترونه يسوون منه ماء الورد ويقوم مصطفى في يوم من الايام يطلب من الرجال التركي هذا معلمه قال له والله يا عم انا ودي اروح اسوي عمرة في السعودية يعني ودي اجازة اسبوع زمان عشرة ايام وارجع لك قال له روح عادي روح سوي عمرتك وتعال وفعلا يقوم مصطفى يحجز من تركيا على السعودية ويروح يسوي العمرة في السعودية قبل ما تنتهي اجازة مصطفى في السعودية يمر على احد محلات العطور محلات عبد الصمد القرشي ودخل مصطفى على هذا المحل وسأل قال يعني الاقي دهن الورد قال له العامل الموجود في المحل ايه نعم موجود دهن الورد وفيه نوعين قال له شنو هن النوعين قال له فيه نوع اسطنبولي وفيه نوع طايفي وهذا سعره كذا وهذا سعره كذا قال له عطيني اثنين واحدة اسطنبولي واحدة طايفي وقام اعطاه وحاسبه وقال له مصطفى طيب ممكن سؤال تفضل قال له هذا دهن الورد وين صنعونه قال له فيه المنطقة الفلانية في الطايف قام سأل مصطفى انه كيف اقدر اوصل لهالمعمل او هذا الشاب المصري يشتغل في هذا المجال قال له اي نعم عندي صديق لي يشتغل في هذا المعمل وقام اعطاه العنوان المصطفى وكتب له اسم الشخص ويقوم مصطفى يشير حاله ويروح على المعمل هذا اللي في الطايف راح لهناك وشاف الشاب المصري بعد ما سأل عليه وبدأ اشوف شلون قاعدين يصنعون دهن الورد هذا وماء الورد على قدور وانبيب والمعدات هذي اللي يستخدمونها وقال له الشاب المصري ودي ياك تعلمني يعني طريقة العمل وطريقة التصنيع ويقول هذا مصطفى صار يجيب الفطور والغدا والعشاء وقاعد عندها المصري وشم يوم وصار يعلموا على اليوم نسوي كذا ونشيل ونحوط ويشوف قاعد يشوفه قدام عينه مصطفى قال طيب بعد ما شاف شلون طريقة التصنيع والعمل من البداية الى النهاية قال طيب المواد هذي او القدور والانبيب هذي المستخدمة من وين تجيبونها انتو قال له المصري في المكان الفلاني ايضا في معمل او مكان مختص يصنع هالقدور هذي وهالانبيب وتقدر تروح تشتري من عندهم وفعلا يقوم مصطفى يستدل على العنوان ويروح يشتري له ثلاغ اربع قدور مع الانبيب اللازمة لهم ويقوم يحملهم في شاحنة او يعني في احد مكاتب الشحن ويشحن الى العنوان اللي طلبوا في تركيا ويقوم يقطع ويركب بالطيارة ويرجع على تركيا لعند الرجال التركي بعد ما وصلوا بشميون وصلت القدور هذه لعند المزرعة وصلها مكتب الشحن وبدأ مصطفى قال له التركي قال له يعني احنا بدال ما نبيع الورد هذا المحلات الزينة ويشتروا مننا يعني بأسعار زهيدة خلينا احنا نصنع ماء الورد ودهن الورد نصنعوا عنا يا اخي احنا ديش لحتى نخلي الناس هي تستفيد على ظهرنا قال له توكل الله وبدأ مصطفى يصنع ماء الورد ودهن الورد ومن اول موسم يصنع مصطفى حوالي 200 الى 250 عبوة من الاسانس اسانس الورد او اسانس ماء الورد او دهن الورد هذا هذا الاسانس يعني يحطون فيه العبوة اللي هي الصغيرة الحجم 1 لتر مثلا او ال 500 ميلي يحطون فيها بعض الميليات ويكسروها بالمي او بعض المواد الاخرى المهم يعني كمية كبيرة جدا ويقوم مصطفى يسافر على السعودية وجاب معاه هذه البضاعة كلها على اساس يبيعها ويسوقها في السعودية وفعلا يبيعها بمبالغ خيالية جدا ويرجع لعند معلمه التركي التركي لما شاف هالامور يعني من زين الى ازين ومبلغ مالي ما شاء الله يعني شيء اول مرة يشوفه يعني كان يبيعه بس مول هاي الدرجة يعني ويقومون من نجاح الى نجاح ويشتري المزرعة اللي حده ويرد يرجع مصطفى الى السعودية وقال لازم احنا بحاجة الى قدور وانبيب اكثر من هاي لانه صارت المزرعة مزرعتين وفعلا يروح يشتري قدور وانبيب من السعودية ويرجع وكانوا قبل في البداية يعني حاطين مصطفى حاط هالقدور هذي والعمل ضمن غرفة صغيرة يعني ما هي كبيرة قاموا بنولهم غرفة اكبر عشان تسع القدور هذي ويرتاحون في العمل لانه الكميات صارت اكبر وقال الكريم خذ يا مصطفى وهالرجال التركي وطبعا خلال هالفترة اللي مرت الرجال التركي زود الراتب المصطفى واموره صارت تزين وصارت من حسن الى احسن واموره عال العال الى ان في يوم من الايام الرجال التركي هذا قال له يا مصطفى انا عندي بنتي فلانة تعرفها ودي ازوجك ياه والله انت رجل وجهك خير علي وتستاهل كل خير وقام هذا الرجال اليمني مصطفى انبسط جدا وقال له على بركة الله ودك تزوجني والله لي شرف اني انا اسبك ويقوم يزوجه بنته او تزوج مصطفى هالتركية ونسى اليمن ونسى اهله ونسى الدنيا كل اياتها واموره التجارية هذي امورها صناعة دهن الورد وماء الورد كل ما حالها بزيادة واموره للأحسن ويقومون في هذيش السنة يعني كان المحصول كبير جدا وقدر انه يصنع حوالي خمسمائة عبوة ويرجع ياخذها ايضا الى السعودية ويبيعها باسعار خيالية جدا الرجال التركي هذا لما شاف النجاح والامانة عند مصطفى قام سجل نصف المزارع هذي اللي صارت عنده سجلها باسم بنته وبدأت وبدأت الارباح عند مصطفى وعندها الرجال التركي تزيد وتزيد والجماعة مبسوطين وامورهم على العال خلال هالفترة هذي وبسبب هالنجاح والتطور الامر ما عادي يمشي حاله بشغلة بناء صغير او بناء عادي ويقومون يبنون معمل ضخم وبدأوا يصنعون فيه دهن الورد وماء الورد ومع الايام تطور هذا المعمل الى ان اصبح هذا المعمل على مستوى خلينا انقول الشرق الاوسط في صناعة دهن الورد وماء الورد ويصدرون الى السعودية والى باقي الدول الثانية والله ارزق مصطفى من هالزوجة التركية هذه ارزقوا طفلين وحسب الراوي يقول كان مقدم على الجنسية التركية وراكب مرسيدس من اخر طراز وطبعا حسب الراوي والراوي هو الشيخ الدكتور فهد المعطاني الهذلي هو اللي كان مقابل هذا الرجل اليمني في تركيا في احد المطاعم ولما سمع هذه الرواية منه والنجاح وهالشيء اللي موصله مصطفى اليمني هذا قال له يعني شنو استخلصت انت في النهاية من خلال تجربتك هذه اللي مريت فيها قال له انا استخلصت ثلاث حكم او شغلات من خلال هالتجربة اللي مريت فيها والثلاث شغلات هن انه شغل عقلك تعبي جيبك ولا طحت من قريب تسلم يعني اذا غامرت مغامرة بسيطة ممكن انك تنجح يعني قال والثالثة ودي اكون نملة واكل عسل ولا اكون جمل واكل شوك كانت هذه نهاية قصتنا لهذا اليوم لا تنسونا من اللايك للفيديو بارك الله فيكم والاشتراك اللي ماهو مشترك دمتم في رعاية الله